بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطهبين والطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قدمنا عدة حلقات حول نشوء المسيحية وتحدثنا عن أهم معتقدات المسيحية من وجهة الرواية المسيحية نفسها وبالذات حول ولادة السيد المسيح وطريقة الحمل به وكيف كان حسب رواية الأناجيل المسيحية الرسمية والشعبية غير معترض بها وكذلك تحدثنا عن صلب المسيح هل هو ثابت مسيحيا وبصورة مؤكدة أم هناك غموض وهناك تناقض وتهافة في الروايات بما يؤيد الرأي الإسلامي وبعض المسيحيين الذين قالوا بأن المسيح لم يصلب لأن الحاكم الروماني بلاطس كان متعددا ورفض أن يعدم السيد المسيح لاتهامات يهودية يعني ليست مبررة كافيا بصورة كافية نحاول في هذه الحلقة الحديث إذن عن أسباب تفرق المذاهب واختلافها المذاهب المسيحية وماذا تقول كل طائفة لأنه الموضوع كان فيه غموض وفيه اختلاف وفيه غلو وهذا ما دفع يعني المسيحيين إلى الاختلاف عبر التاريخ حول هذا الرأي أو ذاك حول طبيعة السيد المسيح بالذات بين المعتدلين والمغالين دقائق ونكون معكم إن شاء الله لماذا اختلفت المذاهب المسيحية وماذا تقول كل طائفة ترجمة نانسي قنقر بناء على الاختلاف حول كيفية ولادة النبي عيسى عليه السلام بصورة طبيعية من أب وأم بزواج اعتيادي أم بصورة غير اعتيادية وغير طبيعية بناء على ذلك اختلف المسيحيون فيما بعد فقال عامة المسيحيين بولادة عيسى ابن مريم بولادة عيسى من مريم العذراء أنها كانت عذراء ولم ترى رجلا ثم اختلفوا حول كيفية حمل أمه به فقال فريق منهم كما رأينا بأن الملاك جبرائيل ظهر لها وقال لها إنها ستحمل بقوة الروح القدس أو أن الإله حل بها وأن عيسى روح الله وكلمته يسوع الكلمة روح الله وتبنى يوحنى في إنجيله أحد الأناجيل الأربعة الرسمية تبنى فكرة الأصل السماوي ليسوع باعتباره تجسيدا لكلمة الله للكلمة وتبنى أيضا القول بعقيدة الإبن أن عيسى ابن الله الذي كان عند الله منذ الأزل في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كما يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الأب مملوء نعمة وحقا هكذا يقول يوحنى في إنجيله 3 من 13 إلى 17 وأطلق يوحنى على يسوع لقب الإبن وأطفى عليه يعني ابن الله وأطفى عليه مسحة إلهية غير بشرية ونسب إليه القول إلى عيسى أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم روى عنه هذا الحديث يوحنى ثمانية على 23 ولكن الأبيونيين وهم فرقة مسيحية قديمة عرفت بالمساكين الأبيونيين يعني المساكين قالوا بأن عيسى نبي عظيم من الأنبياء جاءه الوحي بعد معموديته على يد يوحنى المعمدان يحيى يحيى كان يعمد فصار نبي هذا عيسى أمر 30 سنة بعد أن بلغ 30 وأنكروا هاي ذول الجماعة أنكروا القول بألوهيته أو بنوته لله ورفضوا أن يعتبروه كلمة الله اللوغوس يسموه وقالوا بأن المسيح المبدأ الأزلي يعني قالوا نبي والمسيح صفة والمسيح المبدأ الأزلي دخل يسوع يوم عماده يوم تعميده وتغسيله فالمسيح ذاك الروح يعني دخل في عيسى هكذا قالوا وفارقه يوم استشهاده ورح من عنده فهو كان إنسان عادي وتبنى آراء هذه الفرقة الأبيونيين المساكين معظم رهبان قمران منطقة بعد خراب هيكل أورشلين فهاجروا إلى الحجاز وانتمى إليهم بعض القبائل العربية كان يقولون أن إيسى نبي ليس أكثر من نبي ليس ابن الله إنما صار عنده روح معينة في فترة معينة فقط كما يقول أبو موسى الحريري وهذا كاتب مسيحي معاصر عنده كتاب اسمه قس ونبي صفحة 12 هو يعترف بوجود هذه الفرقة الأبيونية التي كانت ترفض لهية السيد المسيح وتقول لا كان هذا إنسان عادي نبي يعني من الأنبياء وتجدون هذا الكتاب أيضا في موقع الأنبا تكلا واحد أيضا عنده موقع على الأنترنت الآن كسيس مسيحي في أقسام المقالات والكتب الأخرى إذا تراجعون الموقع تجدون الحديث عن هؤلاء ثنائية الناسوت واللاهوت الناسوت يعني الطبيعة البشرية واللاهوت يعني الطبيعة الإلهية ثنائي يعني أنه مزدوج كان هذه منين طلعت هذه الفكرة؟ من أين ومتى؟ إذن فالأبيونيين اللي هم مسيحيين متقدمين كانوا يقولون النبي عيسى كان نبي وكان عادي يعني ولم يولد من إله من الله يعني ثم ابتدع بطرك أنطاكيا بولس فكرة ثنائية اللاهوت والناسوت في شخصية النبي عيسى عليه السلام فقال إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت يعني من الله إنسانا كواحد مننا في جوهره هو إنسان بس طينته من السماء وإن ابتداء الابن من مريم ابتدأ من مريم موصر ابن صار ولد يعني وإنه أصطفية ليكون مخلصا للجوهر الإنسي يعني للناس كلهم صاحبته النعمة الإلهية فحلت فيه المحبة والمشيئة ولذلك سمي ابن الله يعني قال هو إنسان كان ولكن في صفة إلهية ثم انتشرت أفكار ألوهية المسيح وعبادته في القرون اللاحقة بناء على تأويل كلمة الأب والابن الواردة في بعض الأناجيل في بعض الأناجيل وليس في كلها فقالوا باسم باسم الأب والابن والروح القدس فصار يقولون بعض الناس أنه إذن هذا ابن الله الأب يعني الله وهذا الابن يعني ابن الله فتصدى لها أريوس تصدى لهذه الألوهية أو الدعوة إلى الألوهية وهذه الأفكار أريوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية كان كنيسة مسيحية في الإسكندرية في مصر فمن 250 إلى 336 هذا كان عايش الرجال القسيس أريوس تصدى بقوة للأفكار المغالية التي تقول أن المسيح هو ابن الله وقال بقوة وصراحة القديم هو الله والمسيح مخلوق والأب وحده الله الفرد الصمد والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الأب الله كان موجود ومسيح ما كان موجود فهذا ليسه إلها يعني هذه كلمة الأب والابن كلمات مجازية هذا أريوس أسقف كنيسة بوكاليس في القرن الثالث الميلادي ونقل الشهر الثاني عن بولس الشمشاطي قوله إن الإله واحد وإن المسيح متى صار ابتدأ بمريم ابتدأ من مريم وأنه عبد صالح مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته وسماه ابنا على التبني لا على الولادة والاتحاد يعني مجازاً هذا ابن 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 الله مو يعني ابن الله بالولادة يعني هذا على السبيل التبني على سبيل المجاز هذا بولس الشمشاطي كان يقول ذلك كما ينقل الشهر الثاني عنه عندما هذا يعني اعتدل في نظرته إلى المسيح وقاوم الأفكار المغالية المؤلها لكن ذلك لم يعجب البابا أليكسندروس بابا الإسكندرية وأسقف قرطبة الأنبا أوسيوس فطلب من الملك قسطنطين الكبير أول ما صار المسيحية أن يعقد مجمعاً مسكونياً مسكون يعني عالمي مجمعاً مسكونياً للرد على آراء أريوس فوافق الملك وأرسل منشوراً إلى جميع الأساقف في المملكة ليستدعيهم للاجتماع في مدينة نيقية مدينة نيقية التي تقع في ولاية بيثينية فذهب 318 أشقفاً من كل أنحاء العالم المسيحي وحضر أريوس وأتباعه فعقدوا اجتماعاً في سنة 325 بحضور الملك ودارت المناقشات فيما بينهم أن طبيعة السيد المسيح ما هي هل هو ابن الله كان أو كان إنسان عادي ولكن هو نبي يعني ووقف أريوس شارح رأيه في هذا الاجتماع المؤتمر العالمي الكبير قال إن الإبن ليس مساوياً للأب في الأزلية من أول يوم هو موجود وليس من جوهره مو من طبيعة الله هذا وإن الأب كان في الأصل وحيداً فأخرج الإبن من العدم بإرادته وإن الأب يعني الله يقصد لا يرى ولا يكشف حتى للإبن لأن الذي له بداية لا يعرف الأزلي هذا جديد سترناك اليوم ولد فهو مو من الأزل موجود وإن الإبن إله لحصوده على لاهوت مكتسب يعني الصفة الإلهية اكتسبها بعدين ولكن هو طبيعة تختلف وهو مو ابن الله ابن الله يعني اكتسب على صفة إلهية على لاهوت مكتسب فحدث هذا أريوس قال الكلام في المؤتمر فحدث ضجيج بين القساوسة وصرخت لا فأنت قاعد قصر مثل ما لدينا الآن بعض الناس يقولون هؤلاء مقصرون هؤلاء كده هو مغالي ولكن التهم الأخيرين بالتقصير فحدث فحدث ضجيج بين القساوسة وصادق الأغلبية على قرار حرم أريوس وأتباعه يعني طرده من الكنيسة وأمر الملك بنفيه وحرق كتبه وإعدام من يتستر عليها بهذه القوة صفوا المؤتدلين المغالين صفوا المؤتدلين بقوة السلطة كما يقول موقع الأنبا تكلا وأصدر المجمع البيان التالي نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل الأوالم كلها وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه من طبيعة أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء من أجلنا ومن أجل معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا هو طبيعة إلهية أساسا وحبل به أو حبل به وولد من مريم البتول لما كان من زوجه وقتل وصلب أيام في لاطس ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا هذا قولهم الذي يصر قول رسمي يعني رفعوا المسيح إلى درجة الألوهية كما يقول الشهرستاني محمد بن عبد الكريم في كتاب الملل والنحل جزء واحد صفحة 223 دار المعرفة بيروت 144 وقال البابا بطرس أسقف الأسكندرية اتوفى سنة 311 ميلادية إن الله الكلمة اللوغس اللوغس صار جسدا إن الله الكلمة صار جسدا وولد من رحم العذراء هذا من الغلات يعني وكان البابا إثناسيوس الرسولي بعد هذا يجب حوالي 50 سنة أكثر 373 توفى هذا البابا كان يستخدم تكرارا وبدون تردد تعبير والدة الإله على مريم والدة الإله سمى المسيح إله ويقول حيث إن الجسد ولد من حاملة والدة الإله من حاملة اللي هي والدة الإله لذلك فإننا نقول إنه أي لوغوس يعني الكلمة كان هو نفسه مولودا من مريم وهكذا قال أسكف روما البابا يوليوس 337 لا يوجد ابنين واحد حقيقي لبس إنسانا وآخر لبسه الله ولكن إله واحد إله وحيد الجنس في السماء وإله وحيد الجنس على الأرض ونفسه الله لفوق وصار ولد فيه من مريم هذا الذي شوف المد في القرن الرابع هذا القرن الرابع الميلادي اضطغت الأفكار المغالية التي تقول ضرب المعتدلين آريوس وانتشرت أفكارهم المغالية في عقيدة المسيح أنه ابن الله النساطرة فرقة من فرق المسيحيين اسمهم النساطرة أو النسطوريون طبعا هالغلوب اللي صار في القرن الرابع ولد رد فعل أن بعض الناس اللي أعادوا القراءة ورفضوا هذا الغلوب وحاولوا أن يعتجلوا بنظرتهم إلى المسيح في القرن الخامس وهذا هذا الغلوب يعني ما أثار امتعاض بطريرك القسطنطينية نسطور اسمه نسطور بالقسطنطينية كان توفى سنة 451 الذي رفض ذلك البيان والاعتراف بعقيدة ثنائية الطبيعة أن طبيعة المسيح إلهية وأرضية ناسوتية ولاهوتية التي أقرها مجمع أفسس مجمع آخر أيضا عقدوا المسيحيون وأقروا هذا الشيء سنة 431 وقال بأن يسوع المسيح مكون من طبيعتين أو جوهرين منفصلين وهما جوهر إلهي وهو الكلمة بإرادة الله بكلمة الله وجوهر إنساني أو بشري وهو يسوع ولكن لا يوجد اتحاد بين الطبيعتين الإلهية والبشرية في شخص يسوع المسيح كما يقول الملكانيون ذلك السابقون بل هناك مجرد صلة بين الإنسان والألوه بين الإنسان والله وبالتالي لا يجوز إطلاق اسم والدة الإله على مريم العذراء التي لم تلد إلها بل إنسان فقط حلت عليه كلمة الله أثناء العماد تعميدة وفارقته عند الصليب اجدت فدروح عنده دخلت فيها كما يقول دخلت في المسيح لما صار نبي إلى صلب فترة سنتين ثلاثة فقط في هالحالة كان هو في روح إلهية ولكن قبل ذلك كان إنسان عادي وفضل هذا النسطور فضل استعمال عبارة والدة المسيح مو والدة والدة الإله وقام نسطور بتفسير الأناجيل تفسيرا جديدا أقرب إلى التوحيد فقال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والألم والحياة كان بالأقانيم هذه ثلاث أبعاد عندي ثلاث صفات عندي وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات هي نفس ذات الله هو عالم الله هو حي الله هو موجود فقال ولا هي هو هذه الصفات ليست في شيء أخرى زائدة عليها واتحدت الكلمة بجسد عيسى لا على طريق الامتزاج ولا على طريق الظهور به ولكن كإشراك الشمس في كوة على بلورة على زجاجة مثلا كيف سيشرق الشمس هكذا أشرقت المعاني الإلهية على عيسى عليه السلام فأضاء وكظهور النقش في الشمع إذا أنت عندك شمع وتنقش في الشمع إذا طبع بالخاتم أو بالخاتم إذا طبعناه فيطلع أثر فيه ولكن هذا مو شيء إضافي على المسيح يعني وقال إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته على الطبيعة البشرية يعني لا من جهة لا تلاهوته الصفة اللاهوتية الإلهية لم تقتل لأنها ارتفعت لأن الإله لا تحله الآلام وما دام المسيح تألم وصلب فإذن هو ما كان إله هذا كما يقول الشهر الثاني ينقل عنهم في كتابه الملل والنحل جزء واحد صفحة 224 شوفوا رأيها كان مؤتدل طبعا هم المسيحين كلهم لو يناقشون كيف ولد المسيح ما عدم دليل على أنه ولد بصورة غير طبيعية فكل هالغلو يصبح عبث يعني يصبح شيء اسطوري وأنه صلب هو لم يصله يعني هذه أساس العقيدة ناقشناها في حلقات سابقة ولكن هذه العقيدة انتشرت ديك الأيام وبالتالي بنوا عليها كل يوم كان يبنون شيء جديد عليها وأضاف نستور اللي كان أسقف القسطنطينية إن اتحاد يسوع بالإله هو في الحقيقة اقتران أو مصاحبة أو ازدواج وإذا كان يمكن أن يسمى اتحادا فهو اتحاد أدبي أو أخلاقي أو بالأحرى اتحاد خارجي من جاء صارت طبيعته ثنائية المسيح وليس اتحادا حقيقيا ثابتا وإنما هو اتحاد أقرب ما يكون إلى نوعا من التآلف بين كائنين مميزين في طبيعتهما وجوهرهما ورفض نستور فكرة أن الإله صار إنسانا وأن الإله تنازل ليولد كإنسان وقال بأن المسيح هو في الحقيقة إنسان لابس الإله يعني سعيد صفة إلهية أو إنسان ملتحق بالله وهو في هذه الحالة إنسان أولا إنسان أولا ثم نال نعمة خاصة من الإله فسر الإله به الله تعفر الصفة معنوية وسكن فيه يعني روح الإله فهو إنسان الإله فيه وبكلمة أخرى إن المسيح إنسان محمول بالإله أو ملهم بالإله فالمسيح ليس هو الإله المتأنس صار إنسان إنما هو إنسان ملتحف بالإله وهو والحالة هذه لا يأكاد يفترك كثيرا عن إنسان تقي أو قديس وليس هو الإله عينه لاحظت يعني جدا مؤتدل ويحاول يأتي صفة أقرب إلى التوحيد هذا نسطور كان يقول ذلك طبعا المغلات سوف يرفضون هذا الرأي وأدى ذلك الاختلاف في تعريف المسيح إلى انشقاق الكنيسة المسيحية إلى فرقتين مغالية ومعتدلة فرقة مغالية وفرقة معتدلة الأولى المغالية كنيسة روما بزعامة بابا روما وبابا الإسكندرية كيرلس وأرشاليم وأفريقيا وآسيا الصغرى ذولا تيار وخط معين الثانية كنيسة أنطاكيا التي انحازت إلى أنستور ونتيجة لهذه الخلافات قرر الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني اللي توفى سنة 450 عقد مجمع مسكوني آخر في مدينة أفسس يوم عيد الأنصرة عام 434 وأمر بإرسال الدعوة لجميع أساقفة المسكونة العالم يعني المسكون يسمون مجمع مسكوني مجمع عالمي يعني في ذلك الوقت لحضور ذلك المجمع بمن فيهم أسقف الأسكندرية كيرلس اللي توفى سنة 444 ميلادية وحضر المجمع حوالي ميتين أسقف من الفريق المخالف لنستور وصدر الحكم ضده حيث اتهموه بالنفاق ونشر عقاعد لا توافق الإيمان الصحيح بين قوسين سموا إيمانهم إيمان صحيح وهذا إيمان غير صحيح هذا منافق وقرروا باسم يسوع المسيح الذي جدف عليه يعني صار ناس يعني يهرتقون ويكذبون عليه قرروا فصل نستور من الأسقفية ومن كل شركة كهنوتية من كل عمل كهنوتي يعني وحرمانه وأطلقوا عليه لقب يهود الثاني أو الجديد كناية عن يهود الذي غدر بيسوع يهود الأسخريوطي هذا سموه يهود أنت صرت مثل يهود 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 الثاني وبناء على ذلك قرر الإمبراطور تحديد إقامة نستور في ديره في ديره الذي ترهب نفيه في أنطاكيا وعندما واصل بث أرائه بين الرهبان ذلك الدير قام الإمبراطور بنفيه إلى البتراء الأردن على حافة شبه الجزيرة العربية ثم نفاه إلى بتوليمايس التي كان يرسل إليها المجرمين منطقة أيضا نائبة الصحراء ثم قرر الإمبراطور أخيرا نفيه إلى إخميم بسعيد مصر عام 435 ميلادية ثم نفاه أخيرا إلى الواحات المصرية المنعزلة تماما عن العالم الخارجي وسط الصحراء الغربية وأصدر الإمبراطور قانونا قضى بتحريم تعاليم نسطور وحرق كتبه وكل مؤلفات مثل أريوس وبعد صراعات ونقاشات حادة بين القساوسة أصدر الإمبراطور ملكيان الذي توفى أصدر عام 451 قرارا بعقد مجمع عام في خلقي دونية القريبة من قسطنطينية من إسطنبول حيث أعلن القساوسة القرار القاضي بثنائية طبيعة المسيح الإلهية والبشرية أي أن المسيح ذو طبيعة مزدوجة إلهية وأخرى إنسانية طبيعة تكوينة يعني فأطلق عليهم اسم الملكانية أعتبار الملك هذا مركيان هو الذي دعاهم أو الملكيين أو الملكيين نسبة إلى الملك مركيان الذي رعى الاجتماع وكما يقول الشهر الثاني فإن هؤلاء يعتقدون أن الكلمة يعني الله يعني الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته الناسوت عن الطبيعة البشرية صار درأ إله تدرعت بناسوته ويعنون بالكلمة أقنوم الألم ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة ويقولون أن المسيح ناسوت كلي يعني جسد ناسوت كلي لا جزء وهو قديم أزلي من قديم أزلي من الله هو أزلي صار وقد ولدت مريم إلها أزليا هو طب في بطنه طلع والقتل والصلب وقع على الناسوت واللهوت معا وأطلق لفظ الأبوة والابن على الله والمسيح ذو الملكيين أو الملكانيين ورغم المحاربة الملكية لأفكار نسطور وحرمانه ونفيه إلا أن النسطورية يعني الاتجاه هذا لم يمت أو لم تمت النسطورية إذ انتشرت في مدرسة شهيرة اسمها أديسيا في الرهى منطقة أيضا حيث تبنى معلموها وتلامذتها تعاليم نسطور ونشطوا في نشرها وقد أخلق الإمبراطور زينو الإمبراطور آخر جاء هذه المدرسة اللاهوتية المشهورة في سنة أربعمائة وتسعة وثمانين فهرب تلامذتها إلى مدينة نصيبين شمال شرق سوريا ومعهم بعض الكهنة وهناك شيدوا لهم مقرا وعينوا رئيسا عليهم أطلقوا عليه لقب كاثوليكوس بالعربي يتلفظ جاثليق كاثوليكوس يعني جاثليق سموه جاثليق هذا الرئيس معهم ونال النساطرة دولة الفرقة المعتدلة نال النساطرة مساندة ملك الفرس لأنهم كانوا من المغضوب عليهم من أباطرة بيزنطة فانتشرت مدارسهم وإرسالياتهم انتشارا سريعا في بلاد الفرس ووصل تبشيرهم إلى الهند وامتدوا حتى الصين امتدت الكنيسة النسطورية في نشاطها شرقا إلى أن صارت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين أكبر كنيسة مسيحية في العالم وتمتع النساطرة بحماية الخلفاء العباسيين واتخذ رئيسه من روحي البطريرك أو الجاثليق من بغداد مقرا له وكان يخضع لرياسته خمسة وعشرون مطرانا ذول النساطرة هم الفرقة المعتدلة جدا في المسيحيين وأصبحوا بأيام العباسيين أكبر فرقة مسيحية في العالم نجي على العاقبة مرة من اليمين صارت فعل من اليمين اليمين وبالرغم من أن القول بثنائية الطبيعة المسيحية هذا القول كان ينطوي على غلو بالمسيح في مقابل النساطرة إلا أن فريقا آخر لم يعجبه ذلك الكلام وتطرف في غلوه أكثر فأكثر فرفض الإيمان بطبيعتين للمسيح وأصر على الطبيعة الواحدة للإله الكلمة المتجسد هو الله إسلام المسيح مو أنه بصفة إلهية وطبيعة لا هو نفس الله كما يقول هذا اليعاقبة كما فعل المطران السرياني يعقوب البرادعي اللي توفى سنة خمسمائة واثمانة وسبعين في القرن السادس هذا قبيل ظهور النبي أو ولادة النبي محمد هذا الفرقة تكونت الذي أسس الكنيسة اليعقوبية على اسم يعقوب الشرقية التي انتشرت في الشام ومصر والحبشة ونجران في جنوب الجزيرة العربية وعرف أتباعه باليعاقبة نسبة لا يعقوب يعقوبية أو يعاقبة جماعة يعاقبة وحسب ما يقول الشهر الثاني في الملل والنحل فإن أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة وقالوا بأن الكلمة يعني هو الله انقلبت لحما ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو الشهر الثاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم هذا في القرن يعني السادس الهجري في كتابه الملل والنحل جزء واحد صفحة مئتين وخمسة وعشرين دار المعرفة بيروت ألف أربعة إذن هذه ثلاث فرق يعني فرقة معتدلة جدا هم النصاطرة وفرقة مغالية قليلا تقول بالطبيعتين هم الملكانيين أو الملكيين واليعاقبة أشد تطرفا وأشد غلوا اللي يقول لا هو الله نفسه مو أنه طبيعتين ولا هوت وناسوت لا هو الله هو الله الآن نجي على المسيحية عند ظهور الإسلام عشية ظهور الإسلام كم فرقة كانت وأين كانت هذه الفرق وعندما ظهر الإسلام كانت المذاهب النصرانية المختلفة الملكانية والنصطورية واليعقوبية كانت تنتشر في شمال الجزيرة العربية وجنوبها وحتى في مكة والمدينة كانت موجودين وقد التقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب عندما كان بعمر الثانية عشرة بالراهب النصطوري نعرف ماذا يعني النصطوري النصطوري المعروف بحيرة في بصر الشام على أطراف الجزيرة كان معتدل وكان مطرود شبه مطرود ومبتعد وحسب ما يقول اليعقوب في تاريخه فقد تنصر قوم من قريش من بني أسد مبني أسد اللي معروفين وإنما قبيلة من قريش اليعقوبي أحمد بن إسحاق اللي توفى سنة ميتين واربعة وثمانين في كتاب اسم التاريخ بن واضح المشهور بتاريخ اليعقوبي جزء واحد صفحة ميتين وسبعة وخمسين يقول يعني يؤكد تنصر بعض القوم من قريش تنصروا حتى ومن أبرز هؤلاء كان ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن عم خديجة ابن خويلد زوجة نبي محمد وهو كما يقول ابن إسحاق في تاريخ السيرة النبوية كان على دين موسى كان صار يهودي ثم صار على دين عيسى تنصر بعدين ابن إشهام في السيرة النبوية جزء واحد صفحة ميتين وثلاثة وكان ورقة أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية قبل نبي محمد وطلب الدين وقرأ الكتب صار يبحث عن دين الحق يعني وامتنع عن أكل الميتة وما يذبح للأوثان وهذه محرمات حرمت في مجمع أورشلين الرسولي المعقود عام تسحة وأربعين ميلادية يعني بعد وفاة أو صلب أو غيبة أو ارتفاع النبي عيسى بحوالي عشرين سنة وكان إذا قضى جواره من شهره ذلك كان يتعبد أو يعني يتعد عن الناس كان أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته الكعبة كان يروح يزور الكعبة فيطوف بها سبعا ثم يرجع إلى بيته كما هو حال النصارى بعد صيامهم الأربعين يحتفلون بعيد الشعانين ويطوفون حول كنائسهم سبع مرات فهذا ورقة كان يطوف حول الكعبة سبع مرات كما يقول ابن هشام في السيرة النبوية جزء واحد صفحة 211 والسيرة الحلبية جزء واحد صفحة 260 وأيضا المسيحي القص المسيحي أبو موسى الحريري في كتابه قص ونبي صفحة 25 أيضا يؤكد ذلك ولا تذكر المصادر التاريخية أي مذهب نصراني كان ورقة ابن نوفل يتبنى على أي مذهب كان نصطوري يعقوبي ملكاني ما تذكر مذهب ورقة ابن نوفل بس يقولون تنصر وماذا كان يعتقد بدقة حول النبي عيسى ومولده وطبيعته وصلبه وقيامته كان يعتقد بهذه الأمور أو لا وكيف كان يعتقد هذا أنا بحثت المصادر التاريخية فلم أجدهم يتحدثون بالتفصيل عن عقيدته ولكن يمكننا التكهن بانتمائه إلى الفرقة الأبيونية التي كانت تنكر ألوهية المسيح وبنوته لله لا تقول هذا إنسان كان عادي ما كان إله أبدا ولا في أي شيء من الله وترفض قيامته وصلبه رفضا قاطعا أيضا كان ترفض تقول لم يستطيع المسيح متعاديا وتؤمن برسالة يسوع القائمة على التعليم والتبشير دون الفداء والخلاص هاي فكرة الفداء والخلاص أيضا ما كانت موجودة عند الفرقة الأبيونية فرقة المساكين وذلك ليش نقول هالكلام من خلال الروايات التي تقول بأن ورقة كان يكتب الكتاب الأبراني كان يكتب الكتاب الأبراني فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب كان يترجم يعني كما جاء في البخاري 1 على 38 إلى 39 ومسلم جزء الأول من 78 إلى 79 والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني جزء الثالث 114 فخلي شوين لملم المعلومات المتفرقة الموجودة حول ورقة حتى نكتشف مذهبة كان تقريبا معتدل يعني جدا ولم يكن يعترف ب يعني طبعا الفرقة الأبيونية كان تقول له حتى ولد ولادة عادية والإنجيل الأبراني كما يقول البخاري ومسلم والصفهاني كان يكتب الكتاب الأبراني يعني الإنجيل الأبراني أو الإنجيل بالأبرانية أو الإنجيل بحسب الأبرانيين مصطلحات هذه هو إنجيل الفرقة الأبيونية أي إنجيل متى الأرامي متى في إنجيل رسمي وفي إنجيل منحول يسموه ما معترفين به يعني اللي هو يسموه إنجيل متى الأرامي هذه الأفكار موجودة في ذلك الإنجيل مع بعض الاختلاف وهو الإنجيل الذي لا يعترف به آباء الكنيسة التقليديون ويعتبرونه منحولا يعني محرف لأنهم ما يعتقدوا فيه يعتبروا هذا محرف هم غالوا فالكتابات المعتدلة صارت بنظرهم هذه مصحيحة ويبدو أن هذا هو الإنجيل الذي كان بحوزة ورقة وكان ينقل من عنده وترجم للعربي والذي كان يقوم بتعريبه مما يرجح انتماء ورقة إلى نفس الفرقة الأبيونية وبناء على ذلك يقول الأب موسى الحريري أو أبو موسى الحريري أدى الطبعات كل مرة يكتب اسم الشكل مرة موسى الحريري مرة أبو موسى الحريري مؤلف كتاب قس ونبي موجود على الانترنت تقدرون تكتبون قس ونبي يطلع لكم بأن ورقة يقول هذا الكاتب المسيحي بأن ورقة كان رئيس كنيسة الأبيونيين في مكة يعني إذا جمعنا القصص والروايات فهو يقول هذا الشيء أيضا وأن الإنجيل الذي كان بين يديه هو الإنجيل الأبراني الخاص بالشيعة الأبيونية يعني بالفرقة الأبيونية مو ملكي ولا نسطوري ولا يعقوبي ويضيف هذا موسى الحريري أن هذا الإنجيل الأبراني كان وحده دون سواه من الأناجيل بين يدي القص ورقة يسميه قص هذا حتى كان قصيس يعني إنسان عادي ورقة بالنوفل بدليل ذكره دون غيره في كتب السيرة والحديث لا تذكر أي كتاب آخر وبدليل ذكر القرآن لإنجيل واحد معرف بالألف واللام الإنجيل الإنجيل كمتعددة ولكن القرآن يقول التوراة والإنجيل يطلق هذا الشيء بألف لام كأنه ألف لام الأهد يعني الإنجيل المعروف موجود في ذهن النبي وفي ذهن الناس القريبين من عنده حيث لا ترد فيه صيغة الجمع إطلاقا بالقرآن ما يقول القرآن الأناجيل الأناجيل عديدة على الأقل أربعة رسمية وأخرى غير رسمية ولكن لا يقول الأناجيل يقول الإنجيل واحد في حين أننا نعلم وجود أناجيل متعددة معروفة منذ الجيل الأول المسيحية إن في رواياتها القانونية الأربع الرسمية يعني وإن في رواياتها المنحولة فمنذ أوائل المسيحية كان المسيحيون يعرفون أنجيل متى ومرقس وأنجيل لوقة وأنجيل يحنى ومنذ البدء كان النصارى يعرفون إنجيل بوترس وإنجيل الرسل الاثنى عشر وإنجيل النصارى وإنجيل الطفولة وإنجيل الأبرانيين وغيرها فذكر القرآن أو فذكر القرآن العربي لإنجيل واحد مفرد على أنه الإنجيل الوحيد الذي عرفه يثبت أنه الإنجيل الأبراني خاصة ونحن نجد فيه وفي القرآن وفاقا تاما في العقيدة والفروض والعبادات وأحوال المعاد الأخر أو المعاد الأخير متفقة مع هذا الإنجيل ويزعم الحريري أن القسوركة ربع النبي محمد وعلمه وأعده لواصل رسالته كما يقول الحريري موسى أو أبو موسى كما في بعض الطبعات في كتابه قس ونبي صفحة 16 يعني النبي أخذ نفس الامتداد للرسالات السماوية الصحيحة وهذا كان متشابه معها بلا غلو ورفض الغلو المسيحيين وهذه الفرقة كما يقول القس يوسف درة الحداد هذا قسيس آخر معاصر الآن موجود يقول هذه الفرقة الأبيونية عرفت في علم الكلام والسيرة تراث المسيحي باسم الفرقة الإسرائيلية مقابل الفرقة المسيحية الأخرى الملكانية واليعقوبية والنستورية وأنها تختلف عن اليهود والمسيحيين بأنها تؤمن بالمسيح ولا تغلو فيه على العكس من اليهودية التي تكفر بأيسى المسيح والمسيحية التي تغلو في أمره فهي أمة وسط بين اليهودية والمسيحية هم أصرهم يهود كانوا حتى إيسى كان من اليهود وهي تقيم التوراة والإنجيل معاً هذه الفرقة المسيحية عفواً الإسرائيلية يعني هي الأبيونية تقيم التوراة والإنجيل معاً تحترمهم وتأتقد بهم مع بعض بخلاف المسيحيين الذين يكتفون بأحكام الإنجيل وحدها بناء على قرار مؤتمر الرسل عام 49 الذي تخلى فيه المسيحيون عن التعاليم اليهودية كالالتزام بالسبت والختان وتحريم الخنزير بعد ما يلتزمون فيها فذولا كان يلتزمون هذه الفرقة الإسرائيلية هي مسيحية تؤمن بالمسيح وتلتزم بالتعاليم التوراتية الحداد يوسف درة القرآن عنده كتاب اسمه القرآن دعوة النصرانية طبعاً هذه فكرة قديمة يحن الدمشقي أيضاً كان يقول أن الإسلام هرتقة مسيحية أو فرقة مسيحية فهذا الحداد يوسف درة الحداد نفس الكلام تقريباً يكرر يقول في كتابه هذا صفحة 30 طبعاً 2 1986 من شراط المكتب البوليسي يقول أن هذه الفرقة أقرب كانت النبي كان أقرب إليها ويقول الحداد بأن هذه الفرقة هي الطائفة النصرانية الإسرائيلية التي يمدحها القرآن بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من قوم موسى هم يهود ويؤمنون بالحق يهدون بالحق وبه يعدلون العراف 158 كما يقول في كتابه القرآن دعوة نصرانية صفحة 375 طبعاً 2 من شراط المكتب البوليسي ويحاول الحداد حصر مصطلح نصارى بهذه الفرقة يقول لما نقول نصارى يعني الفرقة الإسرائيلية التجمع بين اليهود والمسيحية بينما الفرقة المسيحية الأخرى تسمى مسيحية لا تسمى نصرانية يحاول يفرق بالكلمة هذه ويرفض إطلاق اسم النصارى أو النصرانية على المسيحيين والمسيحية ويقول إنما هو اسم مخصوص بطائفة من بني إسرائيل ذول يسمون نصارى آمنت بالمسيح لكنها افترقت منذ مؤتمر الرسل بأرشريم عام 49 فصاروا ذول انعزلوا كل شيء يعني تعدوا عن المسيحية ولذلك لا يعدوهم من المسيحيين يعني محاولة متعصفة في الحقيقة لأنه تاريخيا فبت استخدام النصارى على كل الفرقة المسيحية يعني عندما نشاهد الإسلام والقرآن والنبي محمد ومخاطباته وراحوا المسيحيين كلهم يسمونه نصارى فالمسلمين حتى المسيحيين كانوا يسمون أنفسهم نصارى ومحاولة عزل النصرانية بفرقة واحدة والبقية مسيحيين هذه محاولة أعتقد فاشلة لأنه نفس هذا الحداد يوسف درن الحداد يعترف أيضا بشيوة اسم النصارى عند العرب على جميع الفرق المسيحية يقول إيه صحيح العرب كان يسمون المسيحيين كلهم نصارى ولكن النصرانية تعني هاي الفرقة فقط كما يقول في كتابه صفحة 39 عليها هذه نقطة هامشية صغيرة ولكن نريد أن نعرف أنه عشية ظهور الإسلام زمن ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر تنصر على أي فرقة أي مفاهيم كان عنده مفاهيم معتدلة أم مفاهيم مغالية لذلك مثلا نشوف ترحيبة بالنبي محمد المعتدلين النصارى المعتدلين الأبيونين أو المساكيين أو هاي الفرقة الإسرائيلية ما وجدت اختلافا كبيرا بالعاكس كان ينتظرون ظهور نبي جديد ولذلك كما تقول الروايات أن ورقة قال الخديجة عندما عرضت عليه قصة النبي محمد أول ما نزل عليه الوحي فقال له يعني إن شاء الله هو يكون هذا النبي الموعود الذي انتظره بينما ليعاقبة المتطرفين جدا يقولون بالطبيعة الواحدة أو الملكانيين يقولون بالطبيعة الثنائية المزدوجة كانوا أبعد عن تقبل الإسلام الذي كان يتحدث عن صفة إنسانية طبيعية عاديا للنبي عيسى ولكن خلق بقدرة الله بكلمة من الله النسطوريين كانوا أيضا أقرب كانوا مع تدليم موحدين وكانوا أقرب إلى الإسلام هذه هي الفرق الأساسية الرئيسية التي كانت موجودة ولا تزال حتى الآن موجودة طبعا ربما الفرق النسطورية الآن ضعفت والكاثوليكية اللي هم الملكانيين والعاقبة اللي هم أرثوذوكس من مصر وهم أكثر شيء يعني مسيطرين عن المسيحية في هذه الأيام هذه نظرة موجزة عن الفرق المسيحية ولماذا اختلفت وماذا قالت كل طائفة من هذه الطائف وإن شاءنا نتحدث أيضا في حلقات أخرى عن موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ومن المسيحية ومن عقائدهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته